موسيقى وصلت الى قاعدة الاسكندرية البحرية الفرقاطة العزيز من طراز ميكو اي مائتين التي تم بناؤها بشركة تي كي اي م اس بترسانة اس بي اين الالمانية لتنضم الى اسطول القوات البحرية المصرية والتي تعد واحدة من اصل اربع فرقاطات طراز ميكو اي مائتين تم التعاقد عليها بين مصر والمانيا وتتمتع الفرقاطة العزيز بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مما يجعلها بمثابة اضافة تكنولوجية هائلة لامكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الامن القومي المصري والقى الفريق اشرف عطوى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لطاقم الفرقاطة على الجهد المبذول اثناء فترة الاعداد حيث تم اعداد وتأهيل الاطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي مشيرا الى الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات لامتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلها للعمل في المياه العميقة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومواجهة ما يفرضه الوضع الراهن في المنطقة من تحديات كبيرة في مجال الامن البحري قوات البحرية خلال عصر السيسي بقت اقوى قوات دلوقتي ودخلت معدام حديثة كتيرة يمكن طول السنين اللي فاتت دي ما كانش فيه التقدم اللي في قوات البحرية زي دلوقتي فاحنا بنشكر سيادة الرئيس وربنا يخلي لنا والمصر يعني من الاربع جهات خطر فده بالنسبة لنا امان منتهى الامان طبعا حاجة جميلة طبعا هي دي بداية الامان البحر عندنا بداية الامان الرئيس عمله كتير وبخصوصة انه هو قائد عسكري فهم يعني قوى عسكرية لان السلام والتنمية والاقتصاد لازم تحميل قوى العسكرية دولة بدون قوى عسكرية دولة ضعيفة واحنا شفنا العالم كله دلوقتي بيرجح تاني الياد القوية تحمل اقتصاد والله ده شرف لنا كلنا كمصريين ان احنا عندنا قوات بحرية بيزة المستوى فعصر فيه كل التوى العربية محتاجة القوى والمساندة واحنا بكرم ربنا علينا الحمد لله شعب واحد ويد واحدة والنهاردة يكفي ان فيها هذه الفترة صعبة في العالم كله عندنا هذه القوات اللي احنا بنشفها في البحر حاجة تفرح فخر ليلة والمصر والعرب كلها هذه القوى المستمدة ويريد كلنا كشعب مصر نحافظ عليها ونكون يد واحدة واحنا طبعا قدرين طحيا مصر طحيا مصر طحيا مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة